ما يقدر يحبس دموعه أي حالة حالات كثيرة بس من المشاهد الذي نقرأ في كتب السيار الحسين ما قدر يحبس دموعه عمه عن الشيب الذين برزوا يوم عاشوره ما يقدر يحبس دمعته يشوف حبيب أو برير كل واحد معصب الرأس بلحيته البيضاء تتصور أنت حبيب هذا صغير لا كبير في السين بس بمجرد النظر الحسين إلى شيبته بك شكر الله سعيك يا شيخ مات ما لك يشوف هذول الشيبة يحملون السيف يدافعون لبيك داعي الله لبيك أبا عبد الله مات ما لك وترى حبيب ابن مظاهر الأسدي الليلة ترتيبكم السادس هذا رجل عظيم هذا رجل فقيه عالم مو أي إنسان حبيب هذا الرجل الرواية تقول تخلى عن كل أمواله شوف الامتحان تخلى عن كل أمواله تخلى عن وجاهته وطلع لنصرتي سيدي شباب أهل الجنة تقول بعض الروايات أمر عبد أن يأخذ الجواد قال انتظرني خارجا وحدد له المكان وأنا راح أطلع لأنه طلع متخفي عيون كانت موجودة أطلع حبيب الرواية تقول بأنه تأخر وصل في وقت متأخر نوعا ما فوصل اقترب من العبد بحيث يسمع ما يقول ذلك العبد وإذا به يخاطب الجواد يقول لا والله لئن تأخر سيدي حبيب لأمتطين على ظهرك وأتوجه لنصرة سيدي الحسين مات مالك حبيبي قلوا بكى في تلك اللحظة قال الله أبا عبد الله العبيد تتمنى نصرتك فكيف بالأحرار وصل إلى العبد قال روح أنت حر لوجه الله قال لا والله لا أفارقك أطلع وياك ليش تحرمني من الجنة ومن رائحة الجنة أردفه معاه وكأن الحسين كان على ميعاد مع حبيب بن مظاهر الأسد واقف على باب الخيمة هذا معصوم يعلاهم وإذا بغضر ثائر من جهة الكوفة التفت إلى أهل بيته إلى العباس وإخوته هذا حبيب قد أقبل لنصرتنا فقوموا لاستقباله شوف عظمت حبيبه منزلت حبيب العباس يطلع لاستقباله بن هاشم وجاء إلى الإمام وقع على يديه ورجلي السلام عليك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله واستلم الراي يا عاي في حياتي والوطن لجلك يا صندين تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد نموت بما عزيه ولا نعيش بطاعة يزيد يا ابن الرسول وطاعة آياك فرض عليه والله يا ابن بنت النبي لا قطعني بالسيف والخطي وبالنار احرقوني وذروا اعظامي بالهواء وتالي انشروني سبعين مرها الفعيل يجري علي والله يا ابو السجايا ما فارق جمالك روحي ومالي والأهيال كلهم في دالك كل شي عتك تفنى ولا تهتك عيالك والتفت لاصحابي وعبراتي جرية وقالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون باجر بها العرصة يثور الحرب والكون لا يكون سادتنا بني هاشم يحملون اللي عقب ما ننفنى كلنا سوية وقال للبطل عبايا ما ترضش يمنى المطلوب أخونا وهالحرام كلها حرمنا وانشان ثار الحرب يتقدم علمنا من شهور بيدي واخوتي تمشي فيه جادوا بأنفسهم في حب سيدهم وقد رأوا لبثهم من بعده عارا إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم ونقسم عليك بمحمد وآل محمد فارج عنا يا الله اللهم منع على جميع المرضى والجرحى بالشفاء العاجل لا سيم المنظورين اللهم اشف كل مريض اللهم فرج عن كل مكروب اللهم فك كل أسير وسجين اللهم رد كل غريب اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك إخواني أخواتي من أوصاني بالدعاء اللهم احفظهم فردا فردا وفق القائمين على هذا السبب الشريف لما تحب وترضى تقبل منا ومنهم هذا القليل بأحسن القبول إنك على كل شيء قدير إلى أرواح أمواتهم وأمواتكم ومن مات على الإيمان لا سيما إلى أرواح الشهداء السعداء رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر